الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سنتكلم في هذا اللقاء والذي بعده عن مسائل تتعلق بتوحيد الألوهية سنتكلم عن علاقة توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية والعكس وحدوث الشرك في توحيد الألوهية وخطر الشرك ووجوب أن حذر منك ونتكلم أيضا عن الوسائل المفضية إلى الشرك وعن الشرك وأنواعه وعن أمور مترددة بين الشرك الأكبر والأصغر ثم نتحدث عن ألفاظ لا يجوز أن تقال في حق الله تعالى العلاقة بين نوعي التوحيد علاقة أحد النوعين بالآخر أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية بمعنى أن الإقرار بتوحيد الربوبية يوجب الإقرار بتوحيد الألوهية والقيام به فمن عرف أن الله ربه وخالقه ومدبر أموره واجب عليه أن يعبد الله وحده لا شركنا وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية بمعنى أن توحيد الربوبية يدخل ضمن توحيد الألوهية فمن عبد الله وحده ولم يشرك به شيئا فلا بد أن يكون قد اعتقد أن الله ربه وخالقه كما قال إبراهيم الخليل عليه السلام في مخاصمته أو محاجته لقومه أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مردت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين فتبرأ عليه السلام من عبادة كل معبود إلا المعبود الذي خلقه وأوجده وهو المعبود الحق ثانيا أساليب القرآن في الدعوة إلى توحيد الألوهية تعددت وتنوعت أساليب القرآن الكريم في الدعوة إلى توحيد الألوهية فمن ذلك أمر الله سبحانه وتعالى بعبادته وترك عبادة ما سواه كما قال تعالى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وكما قال تعالى يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ والذين من قبلكم إلى أن قال فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ومنها إخباره سبحانه وتعالى أنه خلق الخلق لعبادته كما قال وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ومنها إخباره سبحانه وتعالى أنه أرسل جميع الرسل بالدعوة إلى عبادته والنهي عن عبادة ما سواه كما قال تعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَةِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ ومنها الاستدلال على وجوب عبادته سبحانه وتعالى بانفراده بصفات الكمال وانتفاء ذلك عن آلهة المشركين كما قال عز وجل فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية وقال عز من قائل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ومنها أيضا أن الله سبحانه وتعالى ضرب الأمثال التي يتضح بها بطلان الشرك كما قال تعالى وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرِ أَوْ تَهْوِي بِهِ الْرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِقٍ ثالثا حدوث الشرك في توحيد الألوهية الشرك هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والتوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة والتوحيد أصيل في بني آدم والشرك طارئ عليه فلم يكن هناك شرك وإنما كان توحيد قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه كان الناس على الإسلام فلما ضلوا بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين قال ابن عباس كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام وفي رواية على الشريعة وأول ما حدث الشرك في الأرض كان في قوم نوح حين غلوا في الصالحين وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوح الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت أي فلما نسي العلم عبدت تلك الأنصاب وهي تمثيل الصالحين ثم سر الشرك في البشرية وتنوعت صوره فطائفة اتخذت الأصنام على صور الكواكب المؤثرة في العالم بزعمهم وطائفة أخرى اتخذت للقمر صنم وزعموا أنه يستحق العبادة وإليه تدبير هذا العالم السفلي وطائفة تعبد النار وهم المجوس وطائفة تعبد الماء وطائفة تعبد الحيوانات فبعضها عبد الخيل وبعضها عبد البكر وعبد ما دون ذلك وطائفة عبدت البشر الأحياء والأموات وطائفة عبدت الجن وطائفة عبدت الشجر وأخرى عبدت الملائكة إلى غير ذلك من الضلال رابعا خطر الشرك ووجوب الحذر منه الشرك أعظم ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى وقد أخبر الله تعالى أنه لا مغفرة لمن لم يتب منه كما قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى قد حرم على صاحب الشرك الجنة وتوعده بالنار كما قال عز من قائل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وإذا كان الشرك بهذه المثابة وبهذه الخطورة فعلى المسلم أن يحذر منه وأن يتعلم وأن يتعرف على الوسائل المبطية إلى الشرك وهذا ما سنتحدث عنه في اللقاء القادم بإذن الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر